كان يرتد الثوب المصري والعمة ويطوف بالاسواق يذكر الله سبحانه وتعالى ويرتاد المسجد ولا يترك صلاة الجمعة تفوته. انه امبراطور فرنسا العظيم. واحد امهر القادة العسكريين الذين عرفهم التاريخ. الرجل الذي رأى فيه هتلر قدوة له. والرجل الذي خضعت له اوروبا وخانته زوجته وحبيبته. وهذه قصته. ولادة امبراطور. لعائلة ايطالية نبيلة وعريقة. يعود نسب من سيعرف في التاريخ باسم نابليون كارلو بونابارت. ولد العام الف وسبعمائة وتسعة وستين في جزيرة كورسيك القريبة من فرنسا. والتي كانت تبعة لها ايام الحكم الملكي الفرنسي. كان ولده يعمل في المحامات. واراد لابنه ان يكون ضابطا في البحرية وقبطان سفينة. فتلقى تعليما جيدا لم يكن يحظى به اقرانه من الكورسيكيين. وتعلم اللغة الفرنسية. لكنه ظل حتى وفاته يتحدثها بلكنة كورسيكية. منذ صباه برع في عدة مباحث علمية وكان ماهرا في الرياضيات. وعارفا بالتاريخ والجغرافيا. ما دفع اساتذته للتنبؤ له بمستقبل عظيم كقبطان. لكن الشاب كان يطمح لأكثر من ذلك. لذا التحق بالمدرسة العسكرية الكبرى في باريس العام الف وسبعمائة واربعة وثمانين. ما ادى لانحراف مسار شغف والده بان يلتحق ابنه بالبحرية. فتعلم نابليون ليصبح ضابطا بالمدفعية. وتخرج ليصبح ملازم ثاني في الجيش الملكي الفرنسي ويخدم في احدى قطاعات المدفعية. وما ان انقضى العام الاول في الخدمة حتى جاء حدث سيغير حياة نابليون وفرنسا والعالم اجمع. حيث اندلعت الثورة الفرنسية العام الف وسبعمائة وتسعة وثمانين. وخلال سنوات الثورة الاولى لم ينخرط نابليون في احداثها. وظل يتنقل بين باريس وجزيرته كورسيكا. حتى كون رؤية واضحة له. تمكنه من الانحياز لاحد اطراف الثورة. والذين كانوا ينقصمون ما بين الثوار والملكيين. وبحكم تمرد جزيرته على الملك وانخراطها بالثورة. قرر هو الاخر ان يبدأ مسيرته ويبني اسما له لن ينساه احد. نابليون ثائرا. خلال الثورة الفرنسية والحرب الاهلية بين الثوار وانصار الملك اسس الثوار لهم مظلة لتقودهم وتنظم صفوفهم. كانت تعرف باسم نادي اليعاقبة او اصدقاء الحرية والمساواة والدستور. وكان احد مهام النادي تجنيد ضباط الجيش للقيام بانقلابات داخلية تضمن لهم انتصارات في معاركهم. وسرعان من ضم نابليون لهذا التجمع. وقاد اولى حروبه الداخلية ضد كتائب الجيش الملكي في جزيرته كورسيكا. واتم النصر عليها لصالح الثورة. ليقوم نادي اليعاقبة بترقيته لرتبة نقيب. ثم يغادر رفقة عائلته الجزيرة باتجاه فرنسا. ليبدأ من هناك رحلته العسكرية الاكثر شهرة على الاطلاق. وذلك العام الف وسبعمائة وثلاثة وتسعين. ولانه نابليون كان يدرك ان البندقية وحدها ليست كافية لصناعات القادة. فنشر اولى كتاباته الثورية لحظة وصوله الى فرنسا. وحملت عنوان عاشاء بوكير. والتي نالت اعجاب واستحسان شخص يدعى اوغوستين روبيس بير. وهو الشقيق الاصغر لاحد ابرز قادة الثورة الفرنسية ماكسيميليان روبيس بير. وهذا ما سيضمن لنابليون مقعدا ومناصرين بين قادة الثورة ومجلس قيادتهم. وفعلا تم تعيينه قائدا لكتيبة المدفعية التابعة للثوار في مدينة طولون وهي مدينة فرنسية تقع في الجنوب وكانت قد تمردت على الجمهوريين او الثوار وانحازت للملك. هناك كان النصر الثاني والاهم لنابليون. حين تمكن من اخضاع المدينة للجمهورية الجديدة. وما زاد من عظمة انتصاره ان المدينة المتمردة كانت مدعومة من قوات بريطانية. وابهن الثورة الفرنسية وما بعدها كان الانجليز هم الاشد عداوة للثورة حيث ارادوا فشل الثورة كي لا يتم تصديرها لبلادهم الملكية. وتحديدا البريطانيين. هم سيكون هدف نابليون الابرز طوال حياته. نابليون عاشقا. العام الفين وسبعة بيعت رسالة عشق من نابليون بونابارت للمرأة التي ستصبح زوجته بمبلغ يصل لنصف مليون دولار بمزاد علني. والسبب عائد لكون هذه الرسالة تخلد جزءا من قصة حب اسطورية للمرأة الوحيدة التي تمكنت من اخضاع امبراطور اخضع نصف العالم. والقصة بدأت بين الطرفين عقب اعدام الملك لويس السادس عشر في باريس العام الف وسبعمائة وثلاثة وتسعين. واستتاب الامر تقريبا للجمهوريين الذين حكموا البلاد تحت اسم لجنة الامن العام. فارسل نابليون الى الحدود الايطالية لتأمين حدود فرنسا من الطامعين. هناك وعلى الجبهة توفي في المعارك احد الجنود الفرنسيين. والذي كان ابا لطفلي. فجاء احد ابنائه لاعطائه بندقية ابيه لقائد الكتيبة. والذي كان نابليون. فتعرف القائد بوالدة الطفل الارملة. وكانت تدعى جوزفي. ومن اول لقاء اعجب نابليون بالارملة. وواضب على زيارتها في بيتها. وترك الفتاة التي كان قد خطبها سابقا. وما ان جاء العام الف وسبعمائة وستة وتسعين حتى اعلن نابليون زواجه على حبيبته جوزفين الارملة والام لطفلين. والتي تكبر حبيبها بست سنوات. واضافة لذلك كله وبحسب الوصف التاريخي فان جوزفين كانت امرأة عادية ليست جميلة. لكنها تمتلك سحرا خاص. تمكن من اغواء الرجل الذي سيرعب اسمه العالم اجمع. نابليون فقيرا. ابان قصة عشق نابليون التي عاشها ما بين العامي الف وسبعمائة واربعة وتسعين والف وسبعمائة وستة وتسعين. جرى في باريس انقلاب داخل لجنة الامن العام الحاكمة. والتي كان يترأسها راعي وداعم نابليون الاول ماكسيميليان روبيسبير. والذي تم اعدامه من قبل زملائه في اللجنة. ذلك انه قام بحكم فرنسا بدكتاتورية اشد ضراوة من دكتاتورية ملك. واعلنت قيام حكومة جديدة عرفت بحكومة الادارة وتم سجن نابليون عشرة ايام ثم اطلاق صراحه وابعاده عن اي مركز حساس. فسعى نابليون للذهاب لعاصمة الدولة العثمانية لعله يحظى بمنصب هناك يرضي طموحه بعد ان فقد الامل بباريس. لكن طلبه رفض وانصرف لكتابة رواية رومانسية تحكي قصة عشق بين جندي على الجبهة مع حبيبته. كان عنوانها ليسون ويوجيني. وساءت احوال الشاب وتحديدا المادية حتى قيل انه لم يجد قوت يومه. وتاه نابليون وشعر بالضياع. لكن لان التاريخ كان يريد له ان يكمل ما بدأ به ويحقق طموحه. حصل في باريس تغيير سيعيد الامل والشغف لنابليون. نابليون قائدا. وصل لحكومة الادارة في باريس رجل يدعى بولس براس. وكان من الذين راقبوا انتصارات نابليون السابقة وكان من اشد المعجبين فيه. وحين عاد انصار الملكية للتمرد على حكومة الجمهوريين جرى استدعاء نابليون من جديد. وكلل بحماية قصر الحكومة بوجه هجمات الملكيين. فقرر نابليون تجربة المدافع في عمليات قمع التمرد. وفعلا تمكن خلال ايام من ابادة الملكيين ما اكسبه شهرة واسعة كقائد عسكري. فتقرر العام الف وسبعمائة وستة وتسعين ارساله الى داخل ايطاليا لصد الهجمات على فرنسا وتحديدا من مملكة النمسا. هناك ابلى نابليون بلاء حسنا وتمكن من هزيمة النمساوي واجبارهم على توقيع اتفاق مع الفرنسيين ضمن به تأمين حدود فرنسا. بل وايضا انتزاع مدن لهم من مملكة النمسا ما زاد من ثقة الحكومة به. وفي حين تم اسكات النمسا ظل العدو الابرز للفرنسيين متمثل ببريطانيا. التي لم يكن من السهولة هزيمتها او حتى مواجهتها وجها لوجه. ذلك ان البحرية الانجليزية اشد ضراوة من البحرية الفرنسية. فسعى نابليون لاقناع باريس بخطة جديدة قادرة على صد الانجليز. تمثلت بقطع الطريق عليهم باتجاه مستعمراتهم الشرقية وتحديدا الهند. التي كانت تعد درة تاج العرش البريطاني. وفعلا لاقت خطته الاستحسان. فجهز القائد عدته واستعد لغزو مصر لقطع الطريق على الانجليز. نابليون مسلما. العام الف وسبعمائة وثمانية وتسعين سارت جيوش فرنسا تحت قيادة نابليون باتجاه مصر عبر البحر. هناك حيث كانت القاهرة خاضعة لحكم المماليك وجزء من امبراطورية العثماني. ولان نابليون كان قارئا وعالما بالتاريخ والثقافات. اراد ان يحكم مصر باقل الخسائر. ومن دون وجود مقاومة لوجوده على ارض المصريين. وادرك ان القاهرة لن تحكم الا بالاسلام. فارد استمالة اهلها بعد ان هزم المماليك على السواحل الشمالية لمصر. وارسل اولى رسائله لشعب مصر وجاء بجزء منها. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. لا ولد له. ولا شريك له في الملك. من طرف امير الجيوش الفرنسوية نابليون بونابارت. يعرف اهل مصر جميعهم قد قيل لكم. انني ما نزلت بهذا المكان الا بقصد ازالة دينكم. فذلك كذب صريح. فلا تصدقوا. وقولوا للمفترين انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين. وانني اعبد الله سبحانه وتعالى اكثر من المماليك. واحترم نبيه والقرآن العظيم. وهدف نابليون من هذا الخطاب دفع المصريين لعدم التمسك بحكم المماليك والتباعية للخليفة في اسطنبول. ولكي يزيد من اقناع المصريين استمال القائد الفرنسي بعض رجال الدين وقربهم منه. كما ارتد ثياب المصريين وسار بينهم يذكر الله كما تذكر بعض المصادر. حتى ان الامر وصل به لارتياد المساجد وتأدية فريضة صلاة الجمعة. واستثمر اقامته في مصر لتجهيز حملة تسير من هناك باتجاه الهند اكبر واهم مستعمرات الانجليز. لكن دهاء البريطانيين سيفوق دهاء نابليون هذه المرة. حيث سريعا تحالفت لاندن مع اسطنبول. وقرروا اخراج نابليون من القاهرة. فعمل الباب العالي على تحريض المسلمين على الفرنسيين. واصفا اياهم بالملاحدة والفاسدين. وفعلا لاقت حملة نابليون مقاومة في مصر. لكن الفرنسي اراد صد حملة الانجليز والعثمانيين. فسار على الاقتراب اكثر من معاقل الخلافة العثمانية. وقرر غزو بلاد الشام. وفعلا وصلت حملته حتى جنوب لبنان وتحديدا مدينة صور. وفي طريقه تمكن من اسقاط جميع المدن والحاميات الاتراك. باستثناء حامية عكا شديدة التحصين والتي تلقت دعما من الاسطول الانجليزي. فكانت اولى هزائم الفرنسيين ولكنها لن تكون الاخيرة في حملته على بلاد العرب. حيث جرى تمرد في القاهرة فقرر العودة لكن اثناء العودة اصيب جيشه بطاعون المالاريا. الذي اتى على كثير من جنوده. فباتت الحملة باكملها مهددة بالفشال. وزادت طينابلة ان البريطانيين عمدوا للهجوم على فرنسا من البحر المتوسط. حينها كان لابد من عودة نابليون لبلاده لحمايتها. لينتهي عامان من الحملة على مصر. والتي لا يمكن وصفها الا بالحملة الفاشلة. امر سيسرع من مخطط نابليون ويعطيه دفعة للامام بدل السقوط. نابليون حاكما. مع عودة الجيش من الحملة الفاشلة على مصر كانت فرنسا تعاني قلاق لعدة وهجمات من الدول المجاورة. وكانت الحكومة القائمة في باريس تعاني الضعف. فاستغل نابليون الواضح لوضع قدم له في سبيل تحقيق حلمه. فانجز انقلابا على الحكومة ونصب نفسه القنصل الاول للبلاد. وهو منصب يعادل رئيس الحكومة. وبدأ في فرنسا عصر جديد تمثل بسن قوانين مدنية كثير منها سترافق فرنسا الى العصر الحديث. فقد كان نابليون مشرعا يمتاز بالذكاء واستطاع سن تشريعات وقوانين منحت المساواة والعدالة للشعب في امور عدة. كما سعى الرجل لبناء دولة حديثة وانهاء حركات التمرد وتوسيع الجمهورية. فبدأ تحالفات كان ابرزها مع الكنيسة الكاثولوكية. على الرغم من كون فرنسا كانت دولة علمانية. كما ضم ايطاليا الى فرنسا بعد ان انتزعها من امبراطورية النمسا. كما سعى مطلع القرن الجديد اي القرن التاسع عشر. الى تجشين سلام في اوروبا لكنه استثنى منه العدو الازالية له وللفرنسيين. وبذات الوقت استغل محاولة الانقلاب عليه في فرنسا ليعلن استدارة في الثورة الفرنسية. واعادتها لحكم الوراثة. فنصب نفسه العام الف وثمانمائة واربعة امبراطورا على فرنسا وايطاليا. مجهضا بذلك حلم الجمهورية. كما جعل الحكم وراثيا اي ان التاج سينتقل من بعده لاحد ابنائه. على الرغم من ان زوجته جوزفين لم تنجب له بعد. وفعلا تم تنصيبه بحفل مهيب دعا الباب اليه وعدد من قادة اوروبا. وبدأ عصر جديد في العالم. هو عصر نابليون. الذي مكث عامه الاول في الحكم يحضر لما هو اكبر من البقاء جالسا على عرش فرنسا. نابليون حاكما لاوروبا. مع بدء عصر الامبراطورية اراد نابليون التوسع اكثر فقد اراد حكم القارة العجوز باكملها. وربما اكثر من ذلك. بذات الوقت تنبه الانجليز لخطة نابليون هذه. وقرروا توجيه ضربة استباقية. فحرضوا كل من روسيا القيصرية والنمسا على فض التحالف مع باريس وتشكيل حلف بينهم. لتوجيه ضربة لفرنسا وخططها التوسعية. لكن نابليون كان اكثر دهاءا. فقرر شن الحرب على اوروبا وبالتأكيد على روسيا بالتحديد. فعمل على التحالف مع العثمانيين لضرب الروس من الجنوب. ثم سير جيشه لاسقاط حكم القيصر. وهناك في روسيا خض معارك عدة. كان له النصر في اغلبها. لكن كما دائما روسيا تحت حماية الطبيعة. فبالرغم من دخوله الى موسكو الا انه لم يتمكن من تعديها. حيث احرق الروس موسكو بالكامل. واتبعوا معه سياسة الارض المحروقة. فاصيب جيشه بالتعب ونقص المؤن وجاءته الضربة القاصمة من البرد القارس. ما اجبره على التقهقر. وبعد ان كان قد غزى روسيا بجيش يقدر باربعمائة الف مقاتل عاد الى فرنسا باربعين الف مقاتل فقط. وكان قبل ذلك قد تلقى ضربة في شبه الجزيرة الايبرية ما ساهم باضعافه اكثر اكثر. لتكون هاتين الضربتين وتحديدا تلك التي تلقاها في بلاد الروس هما بداية نهاية. نابليون مستسلما. العام الف وثمانمائة وعشرة وابان فشل نابليون بروسيا. غادرت الامبراطورة جوزفين باريس بعد ان طلقها نابليون بحجة عدم قدرتها على الانجاب. لكن في الحقيقة تذكر المصادر ان السبب كان اكثر من ذلك. فالمرأة التي احبها الامبراطور كانت قد استغلت غياب زوجها لخيانته مع ضباط جيشه. واشهرهم الضابط ما تسبب بكسر قلب الامبراطور الذي اعلن زواجه الثاني من ابنة ملك المانيا المدعوة ماري لويز. من باب توطيد الحلف معهم. وذلك في نفس العام الذي شهد طلاقه من جوزفين. ولان المصائب لا تأتي فرادا والافراح لا تكتمل. كانت هذه الفترة تشهد تراجع صحة الامبراطور النفسية. وكذلك قدرته العسكرية. حيث العام الف وثمانمائة واثنى عشر اراد اعادة بناء جيشه لغزو روسيا مجددا. لكن هذه المرة كان البريطانيون اسرع منه. حيث اقاموا حلفا جديدا مع دول اوروبا تمكنوا خلاله من توجيه ضربة استباقية لفرنسا. وبعد عدة معارك كان باغلبها النصر للحلفاء. تقهقرت القوات الفرنسية وتمكن بعدها الحلفاء من الوصول لباريس. هناك بات نابليون في قبضتهم لكنهم لم يعاملوه بطريقة مذلة. فالرجل كان يفرض احترامه على العالم اجمع. لذلك اختاروا له ان يغادر طوعا لمن فاه في جزيرة في البحر المتوسط. ظنا منهم انه هكذا تكون النهاية. لكن ليس هكذا ينتهي العظام. نابليون منفيا. بعد مغادرة نابليون لباريس اعاد الحلفاء تنصيب الملك لويس الثامن عشر شقيق الملك الذي اعدم سابقا لويس السادس عشر في تلك الفترة. كان نابليون في جزيرة البا. حيث المنفى الذي اختاره وهي جزيرة ليست بعيدة عن فرنسا. والتي سريعا سيغادرها بعد ان علم ان خلافا دب بين الحلفاء في فيينا. ووصل الشواطئ الفرنسية. فعلم الملك لويس بذلك فارسل جيشه لصده. وما ان رأوا نابليون مترجلا ويسير نحوهم وحده مذكرا اياهم انه امبراطورهم. حتى ساروا خلفه وتحت قياله. ليتمكن سريعا من استعادة عرشه ويعيد تنظيم جيشه لضرب الحلفاء. لكن لن تجري الرياح هذه المرة بما يخدم القائد العظيم. حيث سيمنى بخسارة جديدة واخيرة. يعيد الحلفاء بها نفيه هذه المرة الى مكان هم يختاروه. فقررت بريطانيا ان تكون جزيرة القديسة هيلانا جنوب الكرة الارضية في المحيط الاطلسي هي المنفاة. وفعلا ذهب نابليون لها وعاش فيها وهو يحلم باستعادة عرشه وكانت احلامه واقعية. فحتى داخل بريطانيا كان لنابليون مؤيدين من المعجبين بحنكته العسكرية وكان ينتظر اللحظة المناسبة. لكن العام الف وثمانمائة وواحد وعشرين كان الموت اقرب للامبراطور. والذي توفي بظروف غامضة. قيل ان بريطانيا وقفت خلفها. حيث مات مسموما بحسب بعض الروايات. وكانت وصيته ان يدفن على ضفاف نهر السين في باريس. لكن بريطانيا رفضت ذلك ودفنوه في منفاه. الا ان قصته لم تنتهي هنا. حيث عقب قرابة العشرين عاما استطاع الملك الفرنسي لويس فليب الاول انتزاع اذن من لندن لجلب رفاة نابليون الى فرنسا. فالرجل حتى بعد وفاته ظل شخصية مقدرة للجميع. واقيم له تأبين كبير في شوارع باريس التي دفن فيها. وحتى بعد دفنه الثاني هذا لم تنقطع سيرة الرجل الذي ارغم حتى خصومه على احترامه. نظرا لقدرته ودهائه وحنكته العسكرية والسياسية. الرجل الذي اشتاح ذات يوم اوروبا وادخل الرعب لكل العالم. الرجل الذي اراد كل شيء وخسر كل شيء.